تنطلق اليوم بالجزائر اجتماعات الدورة 47 لمجلس محافظي البنوك المركزية والمؤسسات النقدية العربية التي ينظمها صندوق النقد العربي وبنك الجزائر لمدة يومين يشارك في الاجتماعات محافظ البنك المركزية حسن عبد الله بجانب عدد من محافظي البنوك المركزية العربية وهيئات رقبية دولية وصندوق النقد الدولية تناقش هذه الدورة فاعلية السياسة النقدية في مواجهة التضخم الناشئ عن اختلالات العرض وأولويات مجموعة العمل المالي وتحديات تطبيق معايير المجموعة في المنطقة العربية بالإضافة إلى تنصيق مواقف الدول العربية تجاه تطورات والمستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية العالمية